تحت شعار العالم الصيني والحلقات الأولمبية يتدل طفلان من عارضة في قاعة رياضية هي بمثابة مهد للاعبي الجنباز الصينيين في مكان آخر يقوم أطفال عدة بعمر رابعة بحركات الليونة أمام الأعين اليقظة لمدربي مدرسة ليشياو شوانغ المسمى تيمنا ببطل العالم الصابق في شانتاو غرب وهان أخذتني أمي إلى مدرسة الجنباز لللاعب ورأيت أنها موثيرة للاهتمام وأن أتدرب على الجنباز منذ سنتين ارتفعت الضغوط لإحراز الألقاب خصوصا بعد فشل لعبي الجنباز الصينيين في إحراز أي ميدالية ذهبية في أولمبياد ريو 2016 بعد ثماني سنوات من هيمنتهم على هذه الرياضة في النسخة التي أقيمت على أرضهم في بكين لكن التركيز اليوم بحسب المسؤولين في المدرسة هو على سعادة الأطفال وليس على النتائج فحسب أصبحنا أكثر ليونة في الماضي كنا نود بالطبع تخريج أكبر عدد من الأبطال لكن حصل تغير في المجتمع والذهنية الآن لذا تغيرت أيضا أساليب تدريباتنا إن اتبعت دوما نموذج التدريب القديم فلن ينجح وسيكون أولمبياد توكيو تتويجا لسنوات من التدريب لأحدث لاعبي جنباز في الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر